معكم مستر محمود هنستكمل مراجعة قصة سكتاجين زنده المراجعة النهائية من كتاب جيم الفصل الخامس بسم الله اه choose the correct answer from a b c or d number one where would rasindl and the writer of the litter meat هو فين راسندل واللي كتب الخطاب دا تقبله at the summer house at the castle at zinda at the hunting lodge طبعا تقبلوا فين في السامر house وwriter of the litter طبعا دا انتوني الدموبان اوكي اه number two when did rasindl threaten sapt to go back to england هو امتى راسند الهدد سابت انو هيرجع انجلند uh when sapt objected to his going to zinda to rescue the king لما سابت رفض زهاب الزندة عشان ينقذ الملك ولو انسابت asked him to return to stress to be a king لما سابت طلب منه هو يرجع لسترلس عشان يبقى الملك ولو انسابت asked him to sign the form to get out of the city لما سابت طلب منه ايه وقع الاستمارة ولو انسابت objected to his going to the summer house لما سابت رفض ان هو يروح فين السامر house طبعا اه في دي اللي جابة الصحيحة اللي هي دي اه number three where was انتوني الدموباني staying at the time of writing the litter هي انتونت كانت عادة فين وقت كتابت الجواب اللي هي بعثته من الراسندل at the castle with the king ولقات the mansion with the duke ولقات the place and russell the didn't know in stradso ولقات the summer house طبعا هنا كانت موجودة في مكان لراسندل ولا سابت يعرف هو هي فين طبعا ليه بقى عادة في مكان اه مش قادة مع الدوك لانه طبعا كان حصل بينهم ايه كده جدال فهي سابت فهي مش قادة مع اوكي number four why did راسندل insist on meeting انتونت ليه راسندل اصر ان هو يقبل انتونت he hoped to get information to save the king quickly ولا he hoped to meet and kill him ولا he wanted to give her another letter to مايكل ولا he wanted to see the summer house طبعا هو كان عنده امل ان يروح اه يقبلها في السامرهاوس على اسنه يجمع اي معلومات عن مايكل وكمان اه عشان يعرف ايه ينقذ الملك اسرع وقت where did سابت wait for when the later when to meet انتونت هو سابت انتصر راسندل فين لما راسندل لاتر لور راسندل اخر واحد رح يقبل مين انتونت دو مبعم اد the palace well inside the summer house well outside the gate to the house well beside the statue of the horse طبعا هنا اه انتظروا فين بقى outside the gate in this to the to the summer house يعني خارج ايه خارج البوابة لانه طبعا ما كانتش مآمن انه راسندل ايه يخش بقى اه انه ممكن يكون في امان في summer house فلازلك قرر انه يستنى فين برا البوابة بتاعت ايه summer house okay number six انتونت تقالت للراسندل في خلال عشرين دقيقة تلات رجالة هيكونوا هنا عشان يبقى to kill him عشان يقتلوا لهم مين بقى رجالة مايكل ديتشارد برسنان ان دقوتت تمام ان مايكل سكليفر بلان مايكل سكليفر بلان what would happen to كانل سابت ان كابتن فريتز طبعا في خطة مايكل كان هو مرتب لسابت وفريتز الا يحصل لهم هيسيبهم الواحدون في البلس ولا ولا تقبض عليهم باتهمهم بجريمة قتل الملك ولا هيبعدهم عشان يقتلوا الملك ولا هيتقلب بواسطة راسندل لا طبعا هنا هيبض عليهم وهيتلموا من هما مين اللي قتل الملك تمام نمبر ايت ليه انتونيت عرضت ان هي تساعد لانها طبعا ما بتحبش تشوف ايه ايه ميتة قدامها طبعا هي عارفة ان مايكل بيخطط يقتل مين راسندل كانت عايزة اتعاقب لا طبعا عشان هي عايزة راسندل يبقى الملك بتاع رريتانيا لا طبعا ايه هي دي مش حابة تشوف الناس ايه بتتقيت له قدامها او طولة من الاخر يعني لا ازاي ساعدته طبعا ايه قالت له ان ايه في في آآ في سلم هناك في اخر ويتسلق السلم ده ويهرأ بدته مفتاح بتاع البوابة لأ طبعا لا مش هي اللي عرضت عليه كده هم مين اللي عرض عليه اللي عرض عليه طبعا العرض ده كان جاي من مين من مايكل طبعا احنا عارفين ده العرض ولا شيء هم مجرد ما يشوفوها يقتلوه ولا فلوس ولا غيره سلم يعني سلم خشبي اما السلم العادي اللي هو من رخام وكده اسمه ايه ستيرز هي طبعا قلت له عالسلم وطريقة الهض يعني مين اللي حاصل راسندل في السمر هاوس اللي هم مين بقى قلنا عليهم ديتشارد دي قوتت بيرسنل اه دي قوتت الفرنسي بيرسنل اه البلدين ان ديتشارد الله الهو الانجلش معا نمبر 11 in the summer house Duke مايكل من اوفر راسندل رجالة مايكل عرضوا عليه ايه بقى طبعا هنا ايه 50,000 pounds. طبعا انجليش pounds. number 12. how would Antoinette Demopan lie to Michael's men? از دايبة ممكن تكذب عليهم. she would tell them that راسندل ليفت روريتانيا. هتقول لهم ان راسندل سب روريتانيا. ولا she would tell them that راسندل was ill. ولا she would tell them that راسندل never came. ولا she would tell them that راسندل ليفت بفور their arrival. يعني تقول لهم ان راسلت المشي قبل ما هم يوصلوا. لأ طبعا هتقول لهم انه هو ايه? ما جاهش اساسا يعني. never came. that he never came. اوكي. ام number 13. يعني ام رجالت مايكل اطلقوا النيران بتاعتهم. بس راسندل دفع نفسه دفع عن نفسه بايه بقى? السف بتاعه ولا the iron table اللي هي التربيزة الحديدية. ولا the ladder السلم. ولا the door. دور الباب. لا طبعا هنا دفع نفسه بايه? بالiron table. تمام? number 14. at the summer house. رودل فراسندل انجرد. في السامر هاوس اصاب من هو بقى? اللي هو الانجليزي. the english man اللي هو ايه? the church. number 15. according to the report. why were the people of the capital and happy. لالناس اه اللي موجودة في ستريلسو اللي موجودة في الريتانيا. اه متضايقة جدا. اللي هي طبعا اللي هي اه ستريلسو. as the king was always abroad. الملك دايما في الخارج. ولا as the king took no steps about his marriage. ولا as the king didn't like his half brother. ولا as the king likes eating to solving their problems. لقى طبعا اللي هون اللي ماخدش اي اجراء نحيط اللي ايه? الجواز. الجواز من مين? من فلافيا. princess فلافيا. هم عايزوني يجوزها because they love her so much. okay number 16. why did saab the freds prepare a bowl for? bowl هنا معانها party. حفلة. تمام? حفلة رأس. for the princess. ليبقى اه جاهزوا حفلة لكده? as the princess wanted to meet the king and talk to him. لا. as the princess wanted to tell the king that he had changed. لا. as they wanted the princess to ask for marriage. well as they wanted to ask the princess to marry him. هم طبعا رتبوها عشان يخلوا راسندل يسأل مين لبرينسس ان هي تتجوزه. تمام? بس طبعا راسندل شايف ده unfair بالنسبة لبرينسس. فلذلك مش هيطلب منها حاجة زي كده. why did number 17. why did راسندل want to ask the princess for marriage? ليه هو مش عايز يطلب ايدها للجواز? طبعا as she wasn't beautiful. as he didn't have enough money for marriage. as it wouldn't be fair. it wouldn't be fair. يعني it's unfair. ده منش من العدل للبرينسس. as the duke would be angry. طبعا هو مش راد يطلب ايدها لانه شايف انه ده مش من العدل انها تجوز مين. a pretend king. okay? number 18. what did راسندل forget when he was sitting with the princess in the pool? هو نسي اي بقى? he forgot to act like the king. نسي ان هو يمثل اه انه الملك. ولا هي forgot the rules of the kingdom. نسي القوانين بتاعت الkingdom. اه هي دي. فهمك ليه? he forgot people's names and faces. نسي اسماء الناس. وششهم? he forgot that Flavia was his cousin. نسي ان Flavia دي اه ابنة عمه. طبعا هنا ايه? he forgot the rules of the kingdom. ايه رولز نسيها دي? هو بيقول لها وانا كنت صغير ما كنتش اتخيل يعني او ما كنتش ممكن افكر ان انا هشيل مسئولية. كده كده الناس اللي هتشيل المسئولية دول اه يعني غيره هو وكده. طبعا ايه? ان هو من المفترض انه هو ابن ملك. فمنطقي جدا عارف من هو صغير ان هو يبقى ملك. تمام? يعني لها طبعا ان هو ان الناس تانية ممكن تبقى مسئولة. من المفترض انه يفكر في نفسه انه يبقى على اسنه ابن ملك. فابن ملك هيبقى ايه? ملك. فالمفترض انه هو صغير حتى تبقى انه يبقى مسئول يعني. طيب. نمبر ناينتين. هو راسندل كان عايز يقول لفلافيا ايه? لما اه سابت انترابتدهم يعني اطعوا. كان عايز اطلوب ايدها للجواز. لا. كان عايز اقول لها اللي حصل في السامرهاوس. لا. كان عايز اقول لها عن مؤمارات مايكل. كان عايز اقول لها عن مؤمارات مايكل. كان عايز اقول لها انه هو مش الملك الفعلي للبلاد. نمبر 20. هو لي راسندل زار لأ طبعا عشان يحزرها من الايه؟ من الوضع السيء اللي هي فيه روريتانيا. تمام؟ مين اللي بعت الجواب التاني للبرينسس؟ طبعا مين؟ عشان تحزرها ما تروحش اي مكان ولو راحت اي مكان ايه؟ تروح بحرس وحزرتها برضو ما تروحش بقى فين؟ زندة. عشان مايكل كان دعيها تروح هناك. الجواب التاني طلب من برينسس فلابيا ترد ايه على دعوة دوك مايكل؟ انها تروح زندة ولا تروح زندة في الحال ولا طبعا هنا طلب منها ايه؟ انها ما تقبلش ايه؟ الانفتيشن اللي بعتها لها مين؟ مايكل. هوا راسندل طلب الفلابيا تعمل ايه بعد ارادة الليتر؟ ترجعه مع خادم ولا تسي شي وازل انها تقول انها هي مريضة وما يفعش تروح زندة وده اللي فعلا حصل. يعني مزقه كده وترميه في الزبالة ولا تطلب نصيحة طبعا هنا ده مرشال مرشال ستريكنش طبعا هتقول مرشال ستريكنش او ده مرشال تمام؟ زي عندنا مبارك او ده مرشال مرشال اه مرشال بقى يبقى الهد بتاع ستريلسل زي اه ده الليدر كده في حالة ايه بقى؟ طبعا في حالة ان يعود تلاتة ايام ايه ما يبعتلوش ايه جواب؟ يعني اكتر من يون يعني تلاتة اشتدي تمشي او دي الصحيحة لا طبعا لو ما سمحش لو الدوك ما ما سمحش المرشال انه يشوف الملك خلال اربعة وعشرين ساعة هيعلن ان ايه انه هي الكوين تمام؟ يبعد مش هتنفع لأ طبعا هنا ايه لو ما بعتلوش لمدة تلات ايام طبعا هي قالت له ايه خطط مايكل عشان يبقى ملك ان هو يقتلو انه يقتلو ومين يتهم في قتله فريدس وساعد طبعا هنا مش قادة مع مايكل اللي بقى كضيفة عنده لانه طبعا كان فيه حسنا في راسندل بناها انها مرتضي طبعا هنا ايه لان كان فيه حسنا ما بينهو قصة اه مايكل عشان يتخلص منهم. ولا اه طبعا هنا كان عايز يحكي الثابت عن قصة اللي هي ايه حميته من مين? من الانيميز. ولا جوابها. قالت له طريق ازاي يروح ولقيت له خطط مايكل عشان يقتل الملك او في كيفية قتل الملك. طبعا هنا في اللتر هي دوب قالت له ايه قبلني في وازاي يوصل للسامر هاوس. ما قالت لهش اكتر من كب. اول ما قبلها بقى في السامر هاوس قالت له ايه خطط مايكل عشان يقتل يتخلص من الملك. ازاي وانه هو ازاي ينصب نفسه ملك. سابت حاول ينقذ او يساعد راسندل في السامر هاوس ازاي بقى. بي ويتين اوت سايد دور of the summer house انتر راسندل got out. ولا فايرين ات مايكل ستريمانا trying to get into the gate. ولا holding the table against مايكل ستريمن ولا preventing مايكل سمن from entering the summer house. طبعا هو اطلق النار على رجالة مايكل. اه وهم بيقروا ورامين او بيحاولوا يمسكوا راسندل. هي دي الطريقة الوحيدة اللي ساعدوا بيها. اه انصر the following questions. number one. why do you think Flavia warned to be careful? ليه Flavia حذرت راسندل انه ياخد حذر او يحذر. اه طبعا هنا اه because she know that مايكل is weak. هي عرفة ان واحد زي مايكل شرير. فاكيد مش هيسب مين? اكيد مش هيسب راسندل لانه طبعا سابوا برا الروم ما سمحلوش ايه يدخل. تمام? اه because she know that مايكل is weak. يعني شريري. and he may harm him. as he hates them. طبعا عارفة ان مايكل ده شرير وممكن يقزي. فقالت له ايه? to be careful. قالت له ايه يحذر منه. يبا هنا because she knows that مايكل is weak and may harm him as he hates him. number two. why do you think that راسندل insisted on going to the summer house? ليه راسندل مصرر يروح السامر house. perhaps yes he wanted to go there. perhaps antonet domopan may have information about michael and this may help him save the king. ممكن تكون انتونت عندها معلومات عن مايكل وخططه وفي الحالة بالحالة دي ده هيساعده ان ينقز مين الملك. يبا perhaps antonet may have information about michael and this may help him save the king. number three. if you were would you accept why and why not? لو انت مذل ما كان راسندل هتقبل الاوفر بتاع ديتشرت ولا لا? طبعا no i wouldn't. as i'm not a traitor. انا طبعا مش خاين. هو مين يعبل الاوفر بتاع ديتشرت ده? واحد كده traitor واحد خاين. اوكي? طب طالما انا مش خاين يبا انا مش اقبل العرض. طبعا هل no i wouldn't as i'm not a traitor. traitor يعني خاين. number four. راسندل proved that he was cleverer than the duke. راسندل اثبت ان هو ايه? امهر من الدوك. اوكي? من دوك مايكل. وكمان رجالته. do you agree? ايه طبعا راسندل التفوق عليهم بقى. ازاي بقى? اه طبعا هنا. but what what happened finally? هم حاولوا يقتروه بس ايه اللي حصل? طبعا راسندل تغلب عليهم. وكمان عور مين بقى? وكمان عور ديتشرت. طبعا هنا. yes as one of michael's men. وهو ديتشرت was injured and no one could even harm راسندل. حدش يقدر يقز مين راسندل. لبلاكس وتغلب عليهم. number five. do you agree with سابت? هل تتفق مع سابت ان هو يعني يتصنت على حد. اما هي يعني يسمع. يبقى اه تصنت على في الحفلة. لما هو كان بيتكلم مع وكان بيقول لها كان رايح يقول لها ان هو ايه كان عايز يقول لها بس ملحقش. طبعا هنا سابت زهر وكان يبدو عليه ايه ملامح الغضب. فسكت طبعا ما اتكلمش. طبعا هنا yes. ايه طبعا انا مع سابت. ليه بقى? because that he is a pretend king. والمفروض ما كانش يحاول يقول لها ان هو بريتين كينج. ليه بقى? because something like this is not useful in their plan. هو حاجة زي كده لما يقول لها ده يفدقيه في الخطة بتاعتهم ولا لهوا. يبقى من المفترض ان هو ايه? يقعد ساكت وما يقول لهاش اساسا الحياة. طبعا yes because راسندل mustn't tell her that he is a pretend king. because something like this is not useful for their plan. حاجة زي كده مش مفيدة نهائيا لخطتهم. number six do you think that راسندل had to ask the princess for marriage? why and why not? هل تعتقد ان راسندل مضطر انه يسألها للجواز يعني? وليه ولا لأ? طبعا no I don't think as this is unfair for her and also he is not the real king. هو طبعا مش ال real king. وطبعا ده unfair بالنسبة لها ان هو ايه? اه unfair بالنسبة لها ان هي تتجوز مين بقى? او تحب مين راسندل. وفي نفس الوقت ان راسندل مش مضطر يعني انه يسألها للجواز يعني. الموضوع ما انتهاش لسه. but no I don't think as this is unfair for her and also he is not the real king. question seven. in your opinion did the duke want the princess to fall into his power? هو من وقت نظرك هو الدوك عايز فلافيا دي. تبقى تحت سيطرته. وليه? yes. ايه طبعا هو عايز تحت سيطر ليه بقى? عشان ايه? to trap here in the castle. يعني زي كده ايه? يحبسها في الكاسل ويقدر يتصرف هو برحته كده طبعا ده حاجة زي كده هتصعب الامر على مين? على سابت وراسندل فريدز. على سنه بدل ما هيحاول ينقذ الملك لا هيحاول ينقذه مين? فلافيا. وكمان الملك. يبقى هنا yes to trap here in the castle and make it difficult for راسندل سابت. save what? save the king. كده هما بيصعب الامر الامر على مين? على راسندل سابت انهم يحاول ينقذ الملك. بوجود فلافيا فين? في زندة. وده كان تفكير بقى مين? مايكل. مايكل طبعا داشتان يعني مش حاجة سهلة. yes to trap here in the castle and make it difficult for راسندل and sab to save the king. number eight. why do you think that انتونيت wanted to warn the princess of the duke? ليه تعتقد ان انتونيت كانت حابة تحزر آآ آآ برينسس من مين? من الدوك مايكل. طبعا هنا الاسباب كتيرة. طبعا حاجة زي كده واحد تعاون مع الدوك مايكل ده معنى زلك ممكن يعرض للموت. وطبعا انتونيت ما بتحبش حاجة زي كده. تمام? دي حاجة والحاجة تانية. and at the same time she's helping طب هي مش بتساعد طب هي مساعدتها بتحاول مفروض تسهل معاه الامور. فوجود آآ في 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 زندة ده يصعب عليه الامور. فهي بتحاول بتساعد مين بقى راسندل بطريقة بطريقة ما يعني بطريقة غير مباشرة. تمام؟ ده بردو سبب تاني. يعني هنا also at the same time she's trying to help him. راسندل. بأي طريقة. طبعا طبعا هنا بيكال the smiley to the death of the princess and انتونيت didn't like that. and at the same time she's helping راسندل by any way to save the king. number nine why do you think that راسندل was too much careful about the princess safety. ليه هو راسندل حريس جدا على امان بتاع البرانسس. هو طبعا لسبب كتيرة. ممكن نقول ليه بقى. because she may be the queen of Ruritania in case of the death of him and the real king. في حالة ان الملك الرئيسي يتقتل الفعلي. او the pretend king. في حالة ان الاتنين يتقتلوا. مين هيبقى الليدر بتاع روريتانيا? مين هيبقى القائم على ادارة روريتانيا? دورها هي بقى. طبعا احنا عارفينها من الريال فاميلي من العيلة ملكية. فده الدور عليها هي. فهي طبعا ممكن تبقى الكوين. هو يحاول جدا ان يحافظ عليها. مش افضل من يكون مايكل بدل منه هو الملك؟ بحنا بكوز شي ماي بي the queen of Ruritania. in case of the death of the real king and him. number 10. do you think that سابت was right to trust رسندل for the throne of Ruritania؟ هل سابت كان محق في انه يسق في رسندل يقود العرش روريتانيا؟ طبعا yes he is right. because رسندل prove that he is an honorable man. طبعا رسندل اثبت انه هو رجل ايه شريف. yes he is right because رسندل prove that he is an honorable man. الخشي بقى على اكسرسيز بتاعت اللونت مان. choose the correct answer from a b c or d. which statement is correct? ان هي عبارة من الجمل قدامك. incorrect. incorrect يعني غير صحيحة. طب احنا نختار جملة غير صحيحة في الجمل الاربع دول. يعني رسندل عمر ومحب بالمسئوليات. لا الجملة دي صحيحة. دايما كان عايز حياة هادئة. عبارة دي صحيحة. شخصية كانت مختلفة تماما عن شخصية اخوه. طبعا دي صحيحة. يعني رسندل كان متعود على العمل الشاق. لا طبعا دي مش صحيحة يوبا دي. دي incorrect sentence. اوكي? دي incorrect sentence. جملة غير صحيحة. نمبر two. was nearly always kept up and nobody was allowed into the building without. محدش مسموح له يدخل دايما الـ drop red. الـ kept up يعني مرفوع له فوق. محدش مسموح له يدخل الا بازن من من? من مايكل and uh رابرت's permission. تمام? طبعا هنا getting uh permit from the king. ياخد اذن من الملك? لا. taking orders from راسندل? لا. asking سابت's advice. لا. number three. راسندل decided to go to the summer house. ليه بقى راسندل قرر ان يروح السامرهاوس? to fight the dukesmen. عشان يحرب رجالة مايكل. ولا to visit antoonette عشان يزور antoonette. ولا as he believed that antoonette might have information about michael and the king. ايوة هي دي. ولا to follow the king's instructions عشان يتبع تعليمات الملك. لا طبعا هو ظن انه هو هناك هيقبل antoonette. وممكن تكون عندها معلومات. وده ممكن يساعد في ايه? في انقاذ الملك. which statement is correct? انهي عبارة من قدامك. دول صحيحة. سابت ما سمحش الراسندل ليقبل antoonette. آآ سابت حذر antoonette من راسندل. سابت راح بقى السامرهاوس مع راسندل. ولا سابت طبعا ده كله غلط ما حصلش. طب هنا سابت waited outside the gate and راسندل went into the house. سابت انتظر بقى بر البوابة وراسندل بس هو دخل السامرهاوس. هو ده الجملة دي صحيحة مية في المية. number five. what did ديتشارد اوفر راسندل? هو ديتشارد عرض ايه على راسندل? a present a present from the duke. هدية من الدوك. ولا سيف جورني to the border and fifty thousand english pounds. هي دي. ولا هنا سيف جورني to the borders يعني رحلة منا للحدود. and the train ticket to dresden? لا. يعني تسكرة اطر لدريستن. a gift from the real king هدية من الملك. لا طبعا هنا ايه. a safe journey. and fifty thousand english pounds. number six. why did antonet warn of michael? ليه انت وانت حزرت راسندل من مايكل? as he was her close friend. لانه لانه صديقها الصدوق. ولا as he refused to marry her. لانه رفض يتجوزها. ولا as she didn't like to see people being killed. مش مش بتحب تشوف الناس بتتقتل. ولا as راسندل promised to reward her. لان راسندل وعدها انه يكفى. لانه طبعا هي مش بتحب تشوف حد ايه بيتقتل قدامها. number seven which letter did Flavia receive? انهي جواب بقى Flavia استلمته. a letter from michael and another from antuanet domopan. مش محتاجة ره. هي دي الاجابة. بس نكمل. a letter from michael and another from rassendl. ولا sab to another from rassendl. ولا two letters from michael. لا طبعا كان واحد من مين من مايكل. بيدعوها بقى انه تروح زنده. والتاني بقى من مين من انتونت بتحذرها انه ما تقبلش اللتر اللي جاي لها من مين؟ من مايكل. the best guard for the princess Flavia was. الافضل حارس بالنسبة لفرينسس Flavia طبعا هو مارشالي ستريكنتش. اوكي. اه number nine. what would مارشالي ستريكنتش دو? if he didn't get a message for three days from راسندل. يعني مارشالي ستريكنتش هيعمل ايه بقى لو ما حصلش على رسالة لمدة ثلاث ايام من راسندل. he would have the authority to be the head of استرلسل. بالزبط كده. ولا he would tell the chief of the police. ولا he يعني هيجمع الجنود ويهاجم آآ زندة. آآ قالت زندة. ولا he would tell Flavia to marry مايكل. طبعا هنا يكون عنده الاثوريتي. الاثوريتي يعني السلطة. انه يبقى الهد. الهد. يعني هنا ايه زي كده القائد بتعمين? بتاع آآ ستريلسل. طيب. نمبر تن. what did انتونت دومبان ورن فلافيا not to do in her letter? هي انتونت حزرت فلافيا من ايه? ما تعملوش? she wanted her not to. طلبت منها ايه? آآ not to go to the summer house. لك لا ما تروحش ال summer house. ولا follow راسندل's advice. ولا ماري راسندل. ولا not to accept any invitation from مايكل. and not to go anywhere without many guards. طبعا هي قالت لها ايه? آآ ما تقبلش اي آآ invitation من مايكل. وقالت لها ما تروحش اي مكان غير ومعاك. لان طبعا هي كده حست ان هي هتقوم في خطر. فبعت لها اللتر ده. انتونت بعت اللتر ده لفلافيا تحزرها من كده. answer the following questions number one why do you think that was sorry to say goodbye to فلافيا? ليه هنا آآ راسندل حس بالاسف آآ انه هو بيقول آآ جوب باي لفلافيا. طبعا هو ما حسش الكلام ده وهو بيقول مين? لمايكل والسولجرز بودوا. طب ليه بقى فلافيا حس بالاسف? طبعا هو كان عايز اقول لها الحقيقة مش هو عايز مش حابب انه يخدحها الفترة طويلة. فهو ده اللي خلاه حس ان هو ايه? that he felt sorely. يبقى ممكن نقولها ازاي? as he didn't want to deceive her more and more. مش عايز آآ يخدحها اكتر من كده. he wanted to tell her that that he is not the real king. يبقى هنا as he didn't want to deceive her. deceive يعني يخدع. trick. he wanted to tell her the truth that he is not the real king. number two. was راسندل right not to shoulder responsibilities? why and why not? هنا shoulder? معناها ممكن معناها shoulder معناها كتف او كاتف تمام? آآ ممكن نستخدمها كفرب معناها يتحمل يعني آآ يعني يشيل كده مسئولية. هل هو كان محق انه ما يقدرش انه ما يشيلش مسئولية? وليه? طبعا لا هو ما عندوش حق. ليه بقى? لان الراجل او الانسان مبدئيا لازم يكون يتحمل مسئولية سواء كان غني او مهم. فلازم يتحاول مسئولية. no he wasn't because man. man هنا مش معناها الراجل يعني الانسان يعني man should have responsibilities. even he or she is important or reach. number three if you were Antoinette. would you turn against your host? لو انت بدل Antoinette. هتنقلب ضد الهوست بتاعك. الهوست يعني الشخص اللي بيستضيفك. انت تعتبر guest وهو يعتبر الهوست بتاعك. فهل لو انت بدل منها هتنقلب وليه? طبعا بقى yes yes if the host is weak like مايكل. لو هو شرير زي مايكل انقلب ونص يعني. يبقى yes if the host is weak like مايكل. طبعا انت طبعا لو ما انقلبتش ضد الهوست ده كده انك انت بتشاركه في نفس الجريمة. number four what might have happened if had gone to the summer house alone? ايه اللي ممكن كان يحصل لو راسندل راح للسامر هاوس لوحده? هو يعتبر كانه راح لوحده لانه قابل رجالة مايكل لوحده. فهو ممكن انه طبعا هتقول لي طب ما سابت استناه برا البوابة وكده. بس برضو الفكرة زروة الحدث كلها كانت بين راسندل لوحده مع مين? مع تلاتة من رجالة مايكل. طبعا هنا nothing he knew would happen. مفيش حكا جديد كانت هتحصل ليه بقى لانه? we know that راسندل is a brave fighter. وهو طبعا محارب شجاعة. and they wouldn't have harmed him. وما كانش هقدره ايه يقزوه لانه هو طبعا ايه? اه زي ما شفنا في السامر هاوس. اه طبعا صد الطلقات النارية بتاعتهم بالايرن تابل وفي نفس الوقت اصاب مين بقى? اصاب اه ديتشرت. بقى nothing new would happen as he is a brave fighter and they wouldn't harm him. number five why do you think that the dukes men arrived at the summer house earlier? هما ليه رجالة مايكل وصلوا بدري عن معادهم اه للسامر هاوس طبعا هما رايحين بقى طبعا ده كلو في ظنوه منها ينتظروا راسندل عشان ايه يفاقوه? يبقى هنا يفاقوه يحربوه يقتلو. يبقى هنا to wait to surprise him. طبعا هنا to wait to surprise him and kill him easily. طبعا هنا but they couldn't do that. number six would have been safe if he had accepted the offer presented by in the summer house? هل هيكون في امان? او كان من مفترض ان يكون في امان? لو هو كان قبل العرض بتاع اه ديتشرت او رضو ديتشرت عليه? في السامر هاوس? وليلا? طبعا لا. no he wouldn't. اكيد مش هيبقى في امان. ليه بقى? لان اه اساسا ديتشرت والرجالة اللي معاه كده كده واخدين من مايكل ان هم يخلصوا عليه. مش يددوا له عرض. فكده كده حتى لو قبل العرض هو كده كده طبعا احنا عارفين ان هو رجل شريف and he is not going to accept the offer. ومش هيقبل اي عرض. واي مبلغ ان كان. فالمهم اه حتى لو شكلا كده اه اوهمهم ان هو هيقبل العرض او بالفعل هو قبل العرض فهي اه مش هيرحموا طبعا لانه مختين اوامر ان يؤتروه. هو طبعا ضحك عليهم وقلهم ان هو قبل العرض وافتحوا انتو الباب واتجودة. بنقول no he wouldn't be safe because they have orders to kill him. and by anyway and by anyway is not going to accept any order because he is an honorable man. and he is afraid for روريتانيا. يعني خايف عليه روتانيا. and he wanted only to protect the throne and روريتانيا. وعايز يحمل عرش وروريتانيا. طبعا الكتاب اللي انا كتبتها دي ايه? تكفي. مش شرط تقول ده كله. number seven. imagine you wear brass and dill. تخيل انك brass and dill. would you insist on telling فلابيا the truth? هل هو تصر انك انت هتقول لفلابيا الحقيقة? وليه لا? طبعا وليه? آآ هتقول لها او ليه مش هتقول لها? طبعا هنا no I wouldn't tell her the truth. اكيد مش هقول لها. ليه طبعا? because this wouldn't benefit their plan. هل انه يقول لها ده هيفيد الخطة بحاجة? لا. طيب بقول لها لي? but no I wouldn't because this wouldn't benefit their plan. number eight and the last question. was sabt right not to allow brass and dill to tell if labia the truth? why and why not? هو تعتبر السؤال التامن ده زيه زي السؤال السابع. هل كان سابت محق انه ما يسمحش للراسندل ان يقول لفلابيا الحقيقة? آآ طبعا كان محق. yes he is right. طب تجي نتخيل كده. just imagine if labia knew the truth. إلا يحصل بقى. she may not believe him. ممكن ما تصدقوش. and do you think this will do good to their plan? هل دهيب اكويس للبلان بتاعتهم? no I don't think so. معتقدش. يبقى نقول لي yes he is right because if labia may not believe him. and this may may make it worse. ممكن ده يخليها اسوأ من الاول. يخلي خطتهم في حالة سيئة اكتر من الاول. هنقول yes he is right because flavia may not believe him. and this may make the matter worse. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى ان تكونوا استفدتوا. واللي ما اتفرجش على الفيديو السابق. اللي هو بتاع اه تشابتر فور. هيزهر له دلوقتي على الناحية الشمال فوق. ويا رب اكون افتتكم. وربنا وفقكم جميعا في الظروف اللي احنا في هذه. لو استفدتوا ما تنسوش بقى سابسكرايب ولايك. وتشيروا بقى الزمالكم عشان يستفيدوا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.